اهلا بكم في ساعة جديدة من هذه التقطية نبدأها من هذه الصور الواردة مباشرة من ضحية بيروت الجنوبية صباحة ليلة جديدة اذا من الغارات حيث افد مراسل الحدث بتعرض الضحية الجنوبية لبيروت لضربة جديدة ذلك عند حوالي السادسة صباحا بعد ان سادت اجواء من الهدوء الحذر في العاصمة اللبنانية وضحيتها منذ منتصف الليل عقب اكثر من خمس عشرة غارة عنيفة طالت مناطق عدة في الضحية الجنوبية ومحيطها واطرافها وفيما طالت الغارات ايضا منطقة الوزاعي في بيروت التي استهدفت للمرة الاولى وهي من الاحياء الشعبية المكتظة وشهدت حركة نزوح كبيرة بعد الغارة فيما تصاعدت السينة النيران من قرب مستشفى رفيق الحريري في منطقة الجنيح قرب الضاحية وهي اكبر مستشفى حكومي في لبنان وايضا لحقته اضرار كبيرة جراء الغارة ايه شباب باب الرئيسي هون الدربة هون بالوج دغري اذا تكون تجوا باسعافات هاي الدخني كاسة دربة في وحدة منهم دغري على باب المستشفى اجيت هون الغارة هون بوجي الحريري بوجي الحريري بوجي الحريري ايه شباب ضربوا حد حد المستشفى عننا هون ضربوا حد المستشفى عندي ضربوا ضربوا المستشفى عندي مستشفى الحريري ضربوا مستشفى اشتركوا في القناة حركة نزوح كتير اوية على وزيع هذا وكان الجيش الاسرائيلي قد عرض لقطات زعمة انها تعود لمستوضع اموال تابعا لحزب الله في انفاق تحت مستشفى الساحل ذلك في ضحية بيروت الجنوبية وانها كانت تحتوي على مئات الملايين من الدولارات بالعمولات الورقية والذهب وكان الحزب يستخدمها لتمويل انشطته العسكرية وهي الادعاءات التي نفاها مدير مستشفى الساحل كاشفا عن اخلائه بعض اتهامات اسرائيلية هذا واعلن الناطق باسم الجيش الاسرائيلي ان اسرائيل تراقب المجمع ولكنها لا تنوي ضرب المستشفى رغم مزاعم استخدامه من حزب الله لاخفاء الاموال اشتركوا في القناة في التطورات السياسية استقبل رئيس الحكومة اللبنانية نجيم ميقاتي المبعوثة الامريكي هامو سوكسين وشدد على ان الاولوية هي لوقف اطلاق النار والتطبيق الشامل والكامل للقرار 1701 كونه الركيزة الاساسية للاستخرار في المنطقة كما شدد على ان المساعد دبلوماسية لتزال قائمة وجدية وانه يعمل على التوصل الى وقف لاطلاق النار مطالبا كافة الاطراف بالعمل على التوصل الى صيغة تفاهمية حول كيفية تطبيق القرار 1701 هذا فيما نفى المبعوث الامريكي ان تكون هناك نية لتغيير القرار الاممي لكنه قال في اجابة وذلك على سؤال انه لابد من اضافة بعض الموارد على نص القرار حتى يطبق بشفافية وانصاف كما اعتبر ان الربط مستقبل لبنان بأي نزاع اخر في المنطقة لا يخدم مصلحة الشعب اللبناني التزامنا يكمن في حل هذا النزاع بناء على القرار 1701 ولابد ان يكون الحل مبنيا على هذا الاساس ولفعل ذلك لابد من ضمان ان يكون كل الاطراف ملتزمون بالقرار لا احد يستطيع مراجعة السبعة عشر عاما الماضية انا هنا لخوض هذه المحادثات وليس لتغيير القرار 1701 القرار سيظل كما هو وذلك ما نسع لتطبيقه من اجل انهاء النزاع ولكن لا بد من اضافة بعض المواد حتى نضمن تطبيق القرار بشفافية ودقة وانصاف ليعرف الجميع اي مسار نمضي عليه اود ان اكون واضحا جدا ربط مستقبل لبنان بالنزاعات الاخرى في المنطقة لم يكن في مصلحة الشعب اللبناني وكما قال الرئيس بايدن فان هدفنا هو التوصل لاتفاق شامل من اجل تطبيق القرار 1701 وضمان ان يكون هذا هو اخر النزاعات القرار كان نجحا في انهاء حرب 2006 ولكن يجب ان نكون صادقين لا احد فعل شيئا من اجل تطبيقه في السنوات الماضية وهو ما ساهم في تصعيد النزاع الذي نعيشه اليوم هذا الوضع يجب ان يتغير لان التزام كلا الطرفين بتنفيذ القرار غير كاف لحد الان في تصريحات خاصة للحدد كشف الناطق باسم الخارجية الفرنسية ان بلاده تجري حوارا صريحا وصعبا مع ايران وتدعوها للمساهمة بشكل فاعل في الجهود الدبلوماسية الهدفة لتوصل لوقف اطلاق النار في لبنان كما دع الناطق الفرنسي طهران الى عدم تأجيج التصعيد في المنطقة ايران لاعب فاعل في ازمة الشرق الاوسط وفرنسا تجري معها منذ مدة طويلة حوارا صعبا في بعض الاحيان عندما اقترحنا منذ ثلاثة اسابيع صيخة للهدنة مع حلفائنا الامريكيين كان يجب ان يؤدي ذلك الى وقف لاطلاق النار في لبنان تشورنا حينها مع ايران وعليها ان تنخرط اليوم بشكل كامل في جهود الحل الدبلوماسية من اجل ايجاد مخرج للازمة في لبنان وان لا تقوم بتأجيج التصعيد في المنطقة سياسيا ايضا وفي موقف لافت اعرب وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لوكارنو عن خشيته من اندلاع حرب اهلية وشيكة في لبنان واكد ان وقف اطلاق النار في لبنان بات ضرورة الوحاجة ملحة للامن الجماعي كما اتهم في الوقت ذاته حزب الله باتخاذ قوة اليونيفل درعا لعناصره موقفنا في الوقت الراهن مدفوع في المقام الاول بالخوف من حرب اهلية وشيكة في لبنان هناك الكثير من النازحين والتجاذبات القوية جدا بين الطوائف ان اضعاف حزب الله يمثل نبأ سارا وجيدا ولا نستطيع ان نقول عكس ذلك وانتم تعلمون بان لبنان يمكن ان ينهر بشكل كامل واكثر مما هو عليه الان ولهذا السبب دع الرئيس ماكرون الى مؤتمر لدعم الجيش اللبناني والسؤال كيف يمكن ان نعتمد على الجيش اللبناني لضمان سيادة لبنان هناك الذراع العسكري والذراع السياسي وهذا الامر معقد وخاصة في الميدان المنطق الفرنسي هو المنطق الامني مع احترام القانون الدولي ومنطقنا اذا هو عدم تهديد قوات اليونيفل وهو منطق يتعلق قبل كل شيء بالامن والسلامة ولنفترض ان جنودا فرنسيين قتلوا او اصيبوا غدا ستسألونني حينها ماذا فعلتم من اجل ضمان سلامة قواتنا نحن نحاول بشكل عملي لتجنب حرب اهلية في لبنان والامر يتطلب جهدا كبيرا للقوفي على اخر هذه التطورات ولمزيد من التحليل والنقاش ينضم الي الان ضيفي من بيروت الكاتب السياسي الاستاذ سيمو ابو فاضل صباح الخير اهلا بك دائما استاذ سيمو على شاشة الحدث وفي هذه التغطية لكل هذه التطورات بداية اقف واياك عن مساعي المبعوث الامريكي الاخير هل يمكن وصفها بالفشل ودخول لبنان في النفق المجهول وماذا ايضا عن الغارات التي شهدتها الضاحية واطرافها في هذه الليلة الماضية اعتبرها البعض رسالة تحذيرية لحركة امل متمثلة بزعيمها نبيه بيري صباح الخير استاذ وصلاح الخير للمشاهدين طبعا الموفد هوكشتين اراد انه يعمل ضغط قوي على لبنان وهي اخر محاولة تدخل في الحسابات الامريكية الانتخابات الامريكية اكثر ما تدخل فيها لغبة يعني بمعالجة توضع لبنانة لانه الهدف ثور بين تحرك بلانكن ومن تحرك هوكشتين هو تطويق حركة نتانيا واللي كان يقدم على عمليات واسعة بالايام الأخيرة ردا على ضرب إيران لإسرائيل ومن ثم مقتلس أربع جنود إسرائيليين بمسيرة ومن ثم يعني خصف مازلوا بالمدار المسيرة لذلك كان الهدف عمليا هو يعني تطوير الامور لكي لا تذهب المعركة في المنطقة نحو أوسع وتؤثر على الناخب الامريكي الذي ينتخب باتجاه الترامب انما الواقع لم يحقق اي نتيجة عاد إلى يقول مستبطاع صفر واحد هو المنطلق إنما يجب تطويره وتعزيزه يعني بخطوات عسكرية أوسع وقدرات عسكرية أوسع للقوات الدولية التي ستشرف على التنفيذ كذلك تمدل عدة كيلومترات يعني يعطاها مساحمة بعد الليطانة بما يعني أنه يعطاها الصلاحية لفضها لبنان اعتبرها السيادية بمعنى أنه لا يحق لأي قوة لإسناء دولية في منطقة أو قرية أن تضغ باب المنزل وتدخل إليها هذا ما أعلم أنه عليها أن تنتظر الجيش اللبناني عليها أن تباشر إلى الخطوات المائعة التي كانت صابخة يوم يتطلب الأمر تتشدد أكثر وهو ما رفضه الجانب اللبناني بما يعني أنه يحصل أي تقدم أما وهذا ينزل به وهذا بدأ في الليلة أمس من خلال قصف المراكز وحضرتك تحدثت عن أي مناطق التي هي تصنف على رئيس مجلس النواب رئيس طبيب فرل الذي هو يخدم على هذا التفاوض باسم حزب الله أو باسم الدولة اللبنانية هو ورئيس طبيب قاطعي لذلك كانت العمليات الأمسية عمليات ضغط قوية على لبنان ضغط نفسي ضغط جسدي ضغط عسكري الزام لبنان بالخضوع يعني والقبول بمدرجات الجديدة للـ 1701 لأن الإسرائيل لم تعد تقبل بـ 1701 بقاعة يعني بمدرجاته القديمة سيسمو تفضل بالبقاء معي هناك نقاط شدة الأهمية ذكرتها فيما يتعلق بتطويق حركة نتنياهو وأيضا السنريات المرتقبة للبنان سعود للحديث معك عنها تفضل بالبقاء معي ولكن أنتقل لمتبعة هذه الصور المباشرة وهذا البث الحي من مشارف ضحية بيروت الجنوبية لاندلاع أعمدة أو تصاعد أعمدة الدخان جراء الضربات ولسيما الضربة الأخيرة التي رصد لنا إبراهيم فتفة موفد الحدث يبقى معنا إبراهيم إبراهيم صباح الخير يعطيكم ألف عفي في هذه التغطية المستمرة ويعني في تفاصيلها بداية نقف وإياك على الغارة الأخيرة التي رصدتها مباشرة على الهواء صباح الخير مجددا حسام قبل الحديث عن تلك الغارة التي لم يتجدد القصف بعدها أود الإشارة إلى عودة العمل من المسار الطبيعي في مطار رفيق الحريري نحن نرصد الآن عبر الحدث مباشرة تحرك طائرة مدنية عبر مدرج المطار في مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت هذه الطائرة تتحرك نحو المسار الطبيعي الذي كانت تعتمده إدارة الطيران المدني في بيروت لإقلاع وهبوط الطائرات هذه المشاهد التي تتابعها حسام مباشرة من مشارف الضاحية الجنوبية لبيروت الطائرات تتجه نحو المدرج الرئيسي الذي تقلع منه وتهبط فيه الطائرات في الأيام العادية بعدما كانت الطائرات تهبط وتقلع من المطار الغربي أو المدرج الغربي في مطار رفيق الحريري الآن هذه الطائرة الثالثة تقريبا التي عادت إلى المسار السابق الذي كان معتمد في الأوقات الطبيعية هذه الطائرة كما تشاهد حسام تستعد للإقلاع الآن سبقها قبل لحظات إقلاع طائرة مدنية أخرى من مطار رفيق الحريري الدولي نحو وجهتها والآن هذه الطائرة من نفس المسلك الذي كنت ذكرت أنه المسلك الطبيعي المدرج الطبيعي الذي تقلع منه الطائرات في الأيام العادية وهي الآن تتحضر للإقلاع من مطار رفيق الحريري الدولي رغم كما ذكرنا عودة القصف إلى ضاحية بيروت الجنوبية في الغارة الأخيرة التي استهدفت تحديدا منطقة الليلة وهي التي تقع على شرق المطار من الجهة الجغرافية كذلك الأمر تبعد الغارة الأخيرة عن مطار رفيق الحريري الدولي قرابة الكيلومتر والنصف تقريبا من الجهة الشرقية كما ذكرت خلال الليلة السابقة كانت الغارات الإسرائيلية تكثفت أكثر على الضاحية الجنوبية لتشمل مناطق جديدة لم يكن يستهدفها القصف الإسرائيلي خلال هذا التصعيد إذن تتحرك هذه الطائرة الآن كما نشاهد لتقلع من نفس المدرج الطبيعي الذي كانت تستخدمه الطائرات المدنية في السابق للإقلاع بشكل طبيعي هذه اللقطات الحصرية والمباشرة عبر الحدث لعودة الطيران للإقلاع من المدرج الطبيعي والرئيسي في مطار رفيق الحريري الدولي تشاهد حسام هذه اللقطات الآن أقلعت الطائرة من مطار رفيق الحريري الدولي في بيروت بشكل طبيعي عادة للمسلك الأساسي الذي كانت تسلكه الطائرات المقلعة من مطار رفيق الحريري الدولي باتجاه مناطقها أو باتجاه وجهاتها العالمية أينما كانت تتجه هذا الصوت الطبيعي للطيران المدني نسمعه نعم هذا الصوت الطبيعي للطيران المدني الذي يقلع الآن وكما ذكرت يعود إلى حركته الطبيعية من مطار رفيق الحريري الدولي كان في المطار الآن على مدارجه طائرتان مدنيتان موجودتان الآن في المطار وتستعدان للإقلاع خلال جدولتها الطبيعية في هذه الأثناء إذن في العودة إلى الصورة في ضاحية بيروت الجنوبية حسام أيضا أستطيع أن أقول لك أن الدخان الكثيف الذي كان يتواجد خلال ساعات الليل في ضاحية بيروت الجنوبية بدأ يخف تدريجيا باستثناء طبعا الغارة التي استهدفت الليلة وتحديدا في عمق الضاحية الجنوبية ما زالت أعمدة الدخان تتصاعد منها حيث دمر مبنى سكنيا بالكامل جراء هذه الغارة الليلة كانت هادئة نسبيا بعد ساعات المساء الأولى لتعود هذه الغارة مع ساعات الصباح هل تكشف الهدف وتستهدف منطقة الليلة في عمق الضاحية؟ هدف من جراء هذه الغارة؟ ما الاستهداف الذي عمل عليه الجانب الإسرائيلي في غارة الليلة الأخيرة الصباح هذا اليوم إبراهيم؟ لم يتضح بعد ما إن كان هناك عملية اغتيال أو غير ذلك لكن الجيش الإسرائيلي لم يتحدث حتى الساعة عن طبيعة هذا الاستهداف أعتقد أنها ضمن سلسلة الغارات نفسها التي كان يشنها الجيش الإسرائيلي خلال الفترات السابقة وما يصفها بالبنية التحتية لحزب الله خصوصا أنه لم يرد أي بيان حتى هذه الساعة أو تعليق جديد منه حتى كذلك الأمر لم ينذر قبل استهداف الليلة وتحديدا هذه النقطة التي تم استهدافها لم تكن واردة ضمن الخرائط التي كان نشرها الجيش الإسرائيلي خلال هذه الليلة أيضا سنحاول في عدسة الكاميرا أن ننقل الصورة من الجهة الشرقية للضاحية الجنوبية ما إن كانت تظهر أعمدة الدخان في الجانب الآخر من مناطق الحدث وحارة حريك هذه المنطقة التي تعرضت أيضا خلال الليلة السابقة لقصف عنيف أدى لدمار كبير في الأماكن المستهدفة وسقوط إصابات وطبعا تضرر لتلك المنطقة والمباني المستهدفة نعم إذن نحاول في هذه الصور أن ننقل أعمدة الدخان التي تتصاعد كما هي تظهر الآن عبر هذه المشاهد المباشرة حسام كل الشكر لك إبراهيم حتى الآن بطبيعة الحال نحن مستمرنا معكم في هذه التغطية كان معي من بيروت مفدأ الحدث إبراهيم فاتفات شكرا جزيلا لك مرة عودة مرة جديدة عودة لضيفي من بيروت الكاتبة السياسية الأستاذ سيمون أبو فاضل أستاذ سيمون كنت تتحدث قبل قليل عن محاولات أمريكية لتطويق حركة نوتنياهو اللاسيما مع الاندفاع الذي شهدته الآلة العسكرية بعد محاولة اغتياله وبعد أيضا التصعيد في عمليات القصف برأيك هل الجانب الإسرائيلي والجانب الأمريكي يعملون بشكل متكامل أم هناك تباين في بعض الأحيان في المسارات في تغطي أمريكية لنتنياهو الدينامية مش فيها نتنياهو والقرارات التأخذة يعني والعمليات العسكرية فرضت على أمريكا الدعمة للإسرائيل أن تدبع نتنياهو وتؤمن التغطية له وتؤمن له السلاح إنما بين نتنياهو وبين هذه الإدارة الديمقراطية طبعا نوشت خلاف واضح لن يستطع بايدن في بداية العمليات العسكرية في المنطقة أن يرضع إسرائيل ويدبط عملياتها للتوصل إلى تسوية تؤمن له تفاهم مع إيران وتعزز أوراق الديمقراطية في الانتخابات المقبلة لذلك يخاف هذا الفريق الديمقراطي من أن تنفجر بين إيران يعني أن نقدم مثلاً على عمليات قوية باتجاه إيران توتر الأجواء الدولية تؤدي إلى رفع سعر النطقة تيجرى تخداق المعابر المائية مما ينعكس سلباً على الديمقراطية من ناحية أن النخب الأمريكي قد يعتقد بأن رئيس ترامب هو رأس الحربة في مواجهة إيران ولذلك سبت تجهون الانتخابة لذلك على أيام الفاصلة يعني تحمل هذا المشهد المرتقب لأنه لم يرد بعض على ضربة إيران ولا يستطيع عدم الرد هذا في العقيدة الإسرائيلية أمر يعني يعتبر أنه مقدس الانتقرام والرد هل يمكن يكون التصعيد في لبنان هو جزء من هذا الرد أم أن الجبهات منفصلة بالنسبة للجانب الإسرائيلي بين لبنان وإيران الرد على حزب الله في لبنان يحمل عملية رجاع لحزب الله لأن المعركة قائمة بين حزب الله ولا تقطع الزخم والنتيجة ذاتها التي تعطيها المعركة مع إيران طواريق فاليستية ربما قصف طيران مراكز حيوية لإيران قد يتم قصفها فإنما في لبنان هي عملية رجاحها يعني توجيح حزب الله كما يحصل من خلال ضرب منطقة التي تضم بيئة حزب الله أو بيئة الصناعية للتأثير عليه وأتعابيه في مقابل معلقة الميدان كما صارت ونطرف في هذا الكلام بذلك لا موضوع لبنان منفصل عن موضوع إيران عملية إيران تأخذ مدى أكبر تأخذ بعض دولي لديها مضاعفات تأثر على السياسة الدولية إنما عملية لبنان هي طبعا ستكون عنيفة وترتبط بمدى إحراز تمكن إسرائيل من إحراز تقدم هل هناك أهداف واضحة في لبنان أستاذ سيمون يعني البعض يقول أنه بدأ أو دخل الجيش الإسرائيلي في مرحلة الاستهدافات لبنك الأهداف والتي هي أقل أهمية وليس لديها ثقل أو هدف عسكري واضح في الاستهدافات إن كان في الضاحية أو غيرها بالواقع لأنه أقول أنه يبقى الهدف الأساسي للإسرائيل في لبنان هو الأهداف البشرية أو مسؤولين أو قيادات حزب الله لأنها صارت تعلم بأن تدمير المباني يعني هو أمر يومي إن كان في جنوب اللبناني أو في الضاحية بهدف الضغط على بيئة حزب الله إنما البيئة نقتنعت في هذا الواقع إنما هي ما ترسل وتود استكماله ما يوجد القيادات المتبطة قيادات حزب الله وقد تبين بالأمس أنها اغتالت مسؤولين حزب الله في قلب العاصمة السورية دمشق فالهدف الأساسي طبعاً ما عدى العسكري يعني في مجال الأمني هو على الأعماليات التصفيات هو ضرب القيادة ويعني شبكة القيادة وما تبقى من مسؤولين تعتبرهم أنه من الأركان هذا الهدف الأساسي طبعاً عاد عن السبتاح صفر واحد تحقيقه بغايات جديدة بشروط جديدة والتقدم بالميدان بمفهوم إسرائيل لإصالة الواقع على لبنان فإن الأهداف المنفصلة عند إسرائيل اسمح لي أن نشيل هذه الصور المباشرة التي نتابعها من مشارف الضاحية الجنوبية مشاهدين أذن هذا بث حي من مشارف الضاحية يبدو أن إحدى المناطق التي تم استهدافها ما تزال تندلع فيها الحرائق وتندلع أعمدة الدخان بكثافة من تلك البنطقة سيد سيمون هناك ممارسات عمد الجيش الإسرائيلي في الآوينة الأخيرة على بثها من خلال الفيديوهات وهي جزئية التفخيخ يدخل إلى القرية اللبنانية في الجنوب ويفخخها بالكامل وينسف هذه القرية عن بكرة أبيها هل تثير مخاوف لديكم هذه الممارسات إن كان مما تكشفه من نوايا إسرائيلية معينة بفرض منطقة عازلة ولسيما أيضا بالضغط على المستوى الاجتماعي بعدم عودة سكان الجنوب إلى أراضيهم وإلى قراءهم يعني ما تقدم ما يغم عليه العدو الإسرائيلي في جنوب لبنان يغم عليه في قلب الباء عاصمة بيروت وفي الضحية من تدمير أبنية إنما في تلك المنطقة طبعا يريد منطقة محشوفة يريد أن يحقق أوجاء يريد طبعا أن يؤمن يحضر لهذه المنطقة العازلة كلها تدخل في سياق رغبته في التمدد ويفضل تفخيخ البلدات لأنه يريد أن يتقدم إلى ما بعدها لإعتباره بأنها ربما تحمل أنفاق تضم أنفاقا أو ربما يتمثس فيها هل سيقبل المجتمع الدولي والولايات المتحدة منطقة عازلة في الداخل اللبناني هذه المرة؟ المجتمع الدولي حتى اليوم بيّن ضعيف أمام ما تقدم عليه إسرائيل إذا لاحظنا بروسية رغم ما كان يحكي عن رئيس روسي بوتين وقلراته وعنف الحرب في تلك المنطقة لم تشهد الحدة أو العنف أو الإجرام الذي حصل في لبنان المجتمع الدولي اليوم مسلم لأنه يعتبر المجتمع الدولي وهذا كلام واضح بأن إسرائيل في معركة أول شيء إسرائيل أجادت إدارة معركتها بالواقع بعيدا عن الواقع لبنان الذي هو في وضع الدفاعي عندما نقضى عليها فريق حماس في السابع من تشين الأول كفريق يصنف دوليا أنه أرهابي ومن مدرسة داعش والقاعدة وأخوانشي وفي اليوم التالي نقضى عليها حزب الله من جانب لبناني بطلب إيراني يعني نطلب هذا الفريق بطلب إيراني استحداث المشغلة التي هي لم تكن موجودة في مصطلحات حزب الله لأنه كانت تضم إزالة إسرائيل الدخول إلى الجليل ردع إسرائيل إنما عندما رجلت إسرائيل بأنها شهدت في اليوم الأول معركة انقضاء الحماس بحجم هذه العملية ومن اليوم التالي من قبل حزب الله المهدوية الشيعي والكلام عن المخدسات ذهبت في اتجاه أنها أمام معركة وجودية دينية تضاق عليها هذا الفريق يعني الذي هم أزلع لإيران الفريق الشيعي والفريق السني ولذانت خطل في سوريا تمكنت من جذب غطاء دولي ودعم دولي لمضي في عملياتها لإزالة وضرب ما يسمى الإسلام العسكري على تخومها هذا الوقت مختلف كليا من ذلك المجتمع الدولي عاجز ومسلم بما تقدم عليها إسرائيل رغم بعض الانتقادات الشكلية كل الشكر لك أستاذ سيمون على كل هذه الإضاحات والمعلومات كان معي ضيفي من بيروت الكاتب السياسي الأستاذ سيمون عبو فاضل شكرا جزيلا لك مرة جديدة إذن نشاهد وإياكم مشاهدين هذا البث الحي من مشارف الضحية الجنوبية لبيروت نتابع وإياكم إذن ألسنت الدخان تتصاعد وأعملت الدخان الكثيف من تلك المناطق التي على ما يبدو لعلها تم استهدافها خلال غارات هذه الليلة وهذه الغارات التي تجددت صباح هذا اليوم حوالي الساعة السادسة بصباح بتوقيت بيروت حيث شهدت تلك المنطقة تحديدا منطقة الليلة بحسب ما أفد مراسل الحدث إبراهيم فتفت من هناك نستمع إذن لصوت البث الحي من هناك المنطقة تحديدا منطقة تحديدا منطقة الليلة شكرا للمشاهدة 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 هناك أصوات ارتدادات نحاول تأكد ما إن كانت من المكان الذي تخرج منه أعمدة الدخان أسمع بعض الأصوات التي قد تكونوا انفجارات صغيرة توقفت الآن هذه الأصوات سمعتها قبل قليل كما ذكرت هي المنطقة لم تستهدف خلال هذه الليلة بالتأكيد لكن طبيعة الدخان بدأت تخف أو تتراجع من حيث الكثافة كما تشاهد كانت في فجأة اندلعت هذه الأعمدة وفجأة تصعدت بكثافة كبيرة للغاية لكن الآن بدأت تتلاشى شيئا فشيئا في أرجاء هذه المنطقة حيث نقف على بعد أمتار قليلة فقط منها وكما ذكرت لم نسمع أي صوت للغارات لكن فجأة ظهرت أعمدة الدخان الأسود وبدأت تتصاعد بكثافة من منطقة شويفيت العمروسية لكن الآن بدأت تخف أكثر كما تشاهد حسام بدأت تنجلي نوعا ما هذه الأعمدة من هذه المنطقة كما هو ظاهر في هذه المشاهد المباشرة في الأثناء أيضا إبراهيم للاستفادة من وجودكم معنا ونحن نتابع هذه الصور المباشرة من عندك نقف وإياك على سلسلة الغارات 15 غارة تم إحصائها ماذا في التفاصيل؟ أصبح 16 إذا حسبنا أيضا الغارة التي استهدفت الليلة كي صباحا اليوم أي أنه ارتفع العدد نعم لـ 16 بطبيعة الحال الغارات شملت مناطق مختلفة من الضحية الجنوبية لبيروت منها منطقة الليلة كي بطبيعة الحال أيضا برج البراجنة وأيضا كذلك الأمر الحدث وتحديدا في محيط السان تيريز كذلك الأمر منطقة الأزاعي والجناح المنطقتان التي تستهدفان للمرة الأولى منذ هذا التصعيد العسكري حسام كذلك الأمر نتحدث عن شارع القائم في أضاحية بيروت الجنوبية تعرض لقصف وشاهدنا عبر وسائل التواصل الاجتماعي دمارا كبيرا لبعض المقاطع الفيديو التي بدأت توصل إلينا كذلك منطقة السفير والجاموس التي تعرضت إذا كنت تتذكر المشاهد التي نقلناها للدوية الكبيرة خلال الغارات كانت من نصيب منطقة الجاموس في ضحية بيروت الجنوبية حسام كل شكرا لك إبراهيم بطبيعة الحال نحن مستمرون معكم في هذه التغطية وسنعود إليك فاور بروز الجديد منها كل شكرا لك حتى الآن مفد الحدث إبراهيم فتفت من بيروت دانت وزارة الصحة لبنانية القصف الإسرائيلي هذا القصف الذي طال أحد مداخل مستشفى رفيق الحريري الحكومي في بيروت وتسبب بمقتل وإصابة عدد من الأشخاص إضافة إلى التهديد بقصف مستشفى الساحل في الضحية الجنوبية ونشدت وزارة الصحة المجتمع الدولي بالتخلي عن سياسة الصمت حيال ما يحدث في لبنان مشيرة إلى ضرورة وضع حد للاعتداءات الإسرائيلية خاصة التي تطال القطاع الصحي والعملين فيه إذن ولمزيد من النقاش ينضم إليه الآن ضيفي من فرجينيا الدكتور ديفيد رمضان النائب الجمهوري السابق عن ولاية فرجينيا وأستاذ العلوم السياسية في جامعة جورج ميشن صباح الخير أهلا بك دائما دكتور على شاشة الحدث إذن نقف وإياك على آخر السيناريوهات المرتقبة بعد فشل زيارة المبوث الأمريكي إلى لبنان برأيك هل بجعبة وزير الخارجية أنتوني بلينكين الذي يزور المنطقة أي من جديد في هذه الآونة؟ شكرا على استضافة سيد حسام الحقيقة ليلي صعبة كنت عم تطلع على تويتر 230 ضربي عم يدعي الإسرائيلي أنهم ضربوا خلال الساعات اللي مرعوا ببيروت لا ما في شديد للأسف ولم تكن زيارة هوتستين ليكون فيها جديد بل كانت لتمرير الرسائل لأكثر والأقل ولن يكون هناك جديد من بلينكين إيذر اليوم نحن موجودين بحالي لا نهاية لها على الأقل بالليام القريبية حسب قراطي ولن يكون هناك نهاية لها ما دام لبنان أو اللبنانيين منتظرين من الخارج أن يأتي الحل لن يكون هناك من الخارج حل كتبت مقال من أسبوعين قلت أنه على أمريكا أن تدعم وتمول الجيش اللبناني لحظ السلام وليبسط سلطة الدولة ولكن على اللبنانيين أن يقوموا بإداءة دولة بدون تخبر أي جمهورية بدون يكون في عندك وزارة حكومة طوارئ تقول للعالم أجمع ليس هناك بقى من حزب الله موجود في النظام السياسي على الأقل اللبناني أو النظام السلطة اللبنانية وهذه الوهرة وهذا التنظيم اللي كان مستلم البلد بطريقة غير مباشرة الدولي داخل الدولة انتهت ونحن جاهزين لعمل ما يجب أن نعمل فيه هذا الصدد دكتور ديفيد وأنتم تحبون الأمثلة الشعبية هناك مثل شعبي لبناني يقول ما يأكل العصي غير من يعدها يعني المعارضة وبعض اللبنانيين بحسب تعبيرهم نالوا ما نالوا من السلاح في الداخل والسلاح المدعوم إيرانيا وما إلى ذلك وبالتالي هناك تخوف ينبع من عدد متراكم من السنوات للوقوف بوجه هذا التنظيم مزبوط وأنا برا أنا ما عم بيقول عصي ولكن مزبوط كلامك ولكن نفس الوقت في شيء يسمع عقل كمان اليوم يأسس حسام وين هو هذا التنظيم في حدا منهم اللي قاد عم يحكي أنه فيه تنظيم وحزب الله يريد أو حزب الله لا يريد قادر يوصل لقائد واحد من حزب الله مين ياخد القرار اليوم ما في حزب الله بقى انتهى الموضوع حتى رئيس الحكومة رئيس حكومة تصريف الأعمال قال أنه لا يوجد أي من التواصل مع حزب الله منذ منتصف الشهر الماضي صحيح ما في قيادة لا عسكرية ولا سياسية ولا تنظيمية ولا اجتماعية في مليون ونصف شيعي اليوم موجودين بالطرقات الله يعينهم بلا بيوت وبلا فلوس وبلا شيء اليوم شفنا بالأربعة وعشرين ساعة اللي مرعوا حتى تنظيمتهم البالية بغض النظر الركان الشرعية أو لا البنك تبعهم كمان راح ملوف مصريات العالم راحي ليس هناك من حزب الله موجود بها في تنظيمات عسكرية موجودة في جنوب في ناس عم بتحارب في مجموعات في ولئة ضياء في عالم معها صواريخ مصبوط بس هؤلاء ما حينزلوا ع بيروت هؤلاء عين مجنوب عم بيحاربوا مع اسرائيل انت اليوم عليك كدولة لبنانية وكتنظيمات لبنانية وكمعارضة بطلتوا معارضة يا جماعة ما في دولة يروحوا استلموا في 128 نائب وأنا برلماني سابق أنا أعمل لك 128 نائب يا أخي شيل 8 دعون حزب الله 120 البيين يقال أن البرلمان اللبناني اليوم يعني برئاسته تفضل عدم لانعقاد وبالتالي هناك يعني محادثات مع رئيس البرلمان نبيه بري لمحاولة لتقريب وجهات النظر هل سينجح الأمريكي أو غيره أي كانت هذه الجهة في إخناع نبيه بري بعقد جلسة الانتخابي رئيسا لملء الشهور واستنهاض الدولة ليس على الأمريكا أن يقنع نبيه بري على اللبنانيين أن يقنع نبيه بري نبيه بري رئيس بالمجلس ولكن المجلس ليس ملك أبيه نبيه بري عنده 10-15 نائب من 128 نائب في 100 نائب اليوم بالبرلمان يجب أن ينزلوا ويقعدوا بالمجلس لحد ما يصير فيه جلسة غصبا عن نبي بري لا يتملك هو منورتانه عن أبوه للمجلس وليس على الأمريكي واللبنانيين لا يأتي لأمريكي أمريكي ما هيجي يعمل أمريكي بيبعث واحد بيبعث رسيل بيحكوا أنه عم نحكي ما في كلام لا الأمريكي ولا العربي ولا الأوروبي ما حدا يا أستاذ حسام اليوم رح ينزل يسعف لبنان ولازم اللبنانيين يستوعبوا الموضوع في اليوم وجود للدولة يجب أن يحصل من داخل لبنان وعندما يحصل العالم أجمع يأتي لمساعدة لبنان أولهم أمريكا وثانيهم أوروبا قالها اليوم أو بالأمس المبعوث الأمريكي عام السوكشتين قال أنه الولايات المتحدة مستعدة في حتى المساعدة في إعادة الإعمار وأيضا دعم الجيش في حال تطبيق الألف وسبعمائة وواحد بشكل جدي ما المقصود بتطبيقه بشكل كامل وجدي هذه المرة سريعا أرجوك تخبر الجمهورية اعملوا وزارة ونزلوا الجيش لحتى يستلم وشيلوا حزب الله من هذه معاملة جيش ووطنه ومقاومي لمألة طعمي هناك فقط دولي ودولي ودولي وليس آخر وعندما لبنان يدعي وجود دولته وسلطة دولته تقوم أمريكا ويقوم الغرب ويقوم العالم أجمع ومن داخله الإخوان العرب بدعم لبنان وإعادة أعماره وكل من يحب لبنان من خارجه كل الشك لك دائما دكتور على كل هذه المعلومات والإضاحات كان معي ضيفي من فرجينيا الدكتور ديفيد رمضان النائب الجمهوري السابق عن ولاية فرجينيا واسداد العلوم السياسية في جامعة جورج ميسن شكرا جزيلا لك كشفت وسائل أعلام مصرية نقلا عن مصدر رفيع المستوى أن القاهرة ترى أنه من الضروري عدم إضاعة الوقت للوصول إلى صفقة شاملة وكان موقع أكسيوس الأمريكي قد نقل عن مسؤولين إسرائيليين أن مصر قدمت مقترحا جديدا لاستناف مفاوضات غزة يشمل صفقة التبادل للأسرى المحدودة كخطوة أولى يعقبها العمل على صفقة تبادل أكبر وبحسب المسؤولين قدم رئيس المخابرات المصرية المقترح للشباك والذي بدوره سيعرضه على الحكومة الأمنية الإسرائيلية نقل محللون عسكريون إسرائيليون تقديرات وهذه التقديرات التي غصفت بالمخيبة تتوقع أن يستغرق الدمار والتدمير للقدرات العسكرية لحماس أن تستغرق ذلك بشكل كامل لنحو خمسة إلى عشرة أعوام وأنه وفي حال تقاعد القيادة السياسية عن ترجمة الإنجازات العسكرية فستبقى الحرب تدور في حلقة مفرغة لم يكن التوغل العسكري الثارت خلال عام للقوات الإسرائيلية داخل جباليا ومخيمها شمال غزة أكثر سهولة من سابقين بل واجهت القوات مقاومة شريسة عبوات ناسفة وقذائف وعمليات قنص تسببت بمقتل قائد لواء مدرعات ومجموعة من الجنود والضباط خلال مواجهة في شمال قطاع غزة في منطقة جباليا سقط قائد اللواء أربعمائة وواحد العقيد إحسان دقسة وأصيب قائد كتيبة بجروح خطيرة وأصيب ضابطان آخران بجروح طفيفة دخل القادة إلى المنطقة بالدبابات وخرجوا منها لمراقبة المنطقة حيث أصيبوا بعبوات ناسفة وهم خارج الدبابة المحلل العسكري آف زيتون نقل أن الجيش مصاب بخيبة أمل وأن تقديراته تتراوح بين الخمس والعشر سنوات من العمل العسكري للقضاء على قدرات حماس كليا وذلك أيضا مرهول بشرط إيجاد نظام حكم بديل وإلا ستدوم حرب برية أبدية تتأرجح بين الفوضى في القطاع وحكم حماس الضعيف في الجيش الإسرائيلي هناك من يمزق شعره من الخوف والتأخير في القرارات السياسية ليقيموا مستوطنات في غزة ليأمروا بتشكيل إدارة عسكرية ليجلبوا حكومة فلسطينية أخرى ليبدأوا شيئا ما حتى الآن لم يترجم أي إنجاز للجنود في الميدان إلى استراتيجية أو خطوة سياسية القتال يدور في حلقات وسيمتد لسنوات ويعتقد الجيش الإسرائيلي أنه لا يمكن مواصلة الضغط على المواطنين في غزة بهذا الشكل لسنوات إذ يخشى من سيناريوهات انتفاضة شعبية قد تحدث في مرحلة ما ضد الوحدات الثابتة في ممر نتساريم وفي ممري في لديلفي لحديث عن كل هذه التطورات ينضم الإيلان ضيفي بن عمان مدير برنامج الدراسات الإيرانية في مركز الدراسات الإقليمية دكتور نبيل عدوم دكتور نبيل تحية طيبة أهلا بك دائما على شاشة الحدث في هذه التغطية المستمرة لكل هذه التطورات نقف إياك على السيناريوهات المطروحة فيما يتعلق بالوصول لحل دبلوماسي لكل هذه الأزمات والجبهات المندلعة الحل أو الوساطة المصرية الأخيرة برأيك ما هي فرص نجاحها وأيضا الوصول لأي من هذه الاستفقات صباح الخير أستاذ حسام يعني أعتقد أنه للأسف الأمور ليست مرشحة للتهدئة هي مرشحة للتصعيد على مختلف الجبهات سواء على جبهة غزة أم على الصعيد اللبناني أم على الصعيد المواجهة مع الجانب الإيراني كل هذه الجوانب أعتقد هناك عوامل عديدة تدفع باتجاه التصعيد أولا وجود حكومة يمينية متشددة متطرفة في إسرائيل ولديها ضوء أخضر من الرأي العام الإسرائيلي خصوصا مع أن استطلعات الرأي العام تتحدث على أن نسبة الدعم للجمهور الإسرائيلي تصل إلى 65% حسب استطلعات الرأي العام هذا للتوافق مع بن يمين نتنياه للاستمرار في عملية استهداف سواء حماس في غزة والاستمرار في سياسة التجريف أم عملية التصعيد مع حزب الله اللبناني أم أيضا المواجهة مع الجانب الإسرائيلي خاصة بعد عمليات الاستهداف الممنهج في العمق التي وصلت إلى استهداف مقر إقامة رئيس الوزراء بن يمين نتنياه الآن في واقع الأمر أيضا الظروف الدولية حسام تلعب دور مهم جدا خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية تعيش الآن مرحلة الانتقال مرحلة البط العرجاء وهي الفتر الفاصل ما بين الانتخابات الأمريكية اللي بقي يعني به 5 نوفمبر وما سوف تسفر عنه من نتائج خاصة أن الجانب الإسرائيلي ربما يحاول أن يؤثر على هذه الانتخابات عبر تعجيل بالضربة العسكرية لإيران وهذا سوف يكون له تدعياته الكبيرة على الأمن الإقليمي بروماتج لأننا أمام عدد من السيناريوهات سواء السيناريو الضربة المحدودة عبر استهداف قواعد الدفاع الجو منصات الصواريخ منصات طاقت الطائرات المسيرة أو السيناريو الشامل عبر استهداف منشآت استراتيجية قد تؤدي إلى رد إيراني وهذا الرد سوف يكون عبر عدة أشكال سواء كانت بشكل مباشر أم عبر وكلاها وأذرحها رد الإيراني ورد الوكلاة بالتعاون بين بعضهم البعض دكتور ولكن أمام كل هذا التصعيد هل هناك أي أمل بوجود مخرج معين وهل يمكن لوصول رئاسة الجمهورية الجديدة رئاسة الولايات المتحدة بعد انقضاء الانتخابات الرئاسية هناك هل يمكن أن تشكل أي نوع من المخارج برأيك يعني أعتقد أنه التهديئة الآن باتت أمام ظهورنا وصول إدارة أمريكية جديدة سواء كانت إدارة جمهورية أم إدارة ديمقراطية أنت تعرف حسام سوف يكون هذا في شهر واحد تنصيب الرئيس الجديد هذا سوف يعطي مهلة للحكومة الإسرائيلية للاستمرار في مخططاتهم يعني سياسة الانتهاء من ما بعد حماس والتفكير في اليوم التالي والحديث عن التهديئة ودخول أطراف عديدة في الوساطة فشلت في الوقت السابق إسرائيل فشلت عن تحقيق ما يسمى بالنصر المطلق فشلت لغاية هذه اللحظة بإعادة الرهائن والمحتجزين أيضا لازال هناك عمليات تقوم فيها حماس عبر إطلاق الطائرات أو الصواريخ إلى العمق الإسرائيلي وإن كانت بوتيرة أقل من السابق بنسبة كبيرة أيضا مع عدم موجود مقاربة سياسية لليوم التالي الأمر الثاني أيضا الملف اللبناني يعني تفعيل قرار 1701 و 1559 زيارات هوكستين المتكررة والمكوكية إلى دول المنطقة تشيب أنه حتى وقف الحارب أو التهديئة باتت خلف ظهورنا في هذا التوقيت بالذات حتى استكمال المهمة التي تتحدث عنها إسرائيل هل أثبت المسار العسكري فشله في فرض أي تغييرات سياسية دكتور شوف المسار العسكري يحقق بعض الإنجازات لا شك بالنسبة للجانب الإسرائيلي عبر تحجيم وتدمير قدرات حماس بشكل كبير جدا بالإضافة إلى تدمير قدرات حزب الله اللبناني يعني وزير الدفاع الإسرائيلي حساب أول من أمس تحدث على أن حزب الله اللبناني بات يمتلك ما بين 10 إلى 15% من قدراته الصاروخية على فرض ثبوت هذا الأمر بعتقد أن الجانب العسكري يحقق لكن لا بد في نهاية المطاف من الجلوس على طاولة المفاوضات لا بد من الوصول إلى مقاربة عسكرية الآن الجانب الإسرائيلي تعرف أنت بن يمين نتنياهو وقف الحرب معنى الذهاب إلى محاكمة ولجان التحقيق وغير ذلك أيضا وراثة بن يمين نتنياهو مهمة مثلا وزير الدفاع ورئيس سيد الأركان لعادة العرف العسكري بعد أن يتم مهمة العسكرية وينتقل إلى التقاعد يبدأ يبحث عن موقع سياسي الكل وراثة بن يمين نتنياهو لأي موقع مستقبلي في تقدير أيضا الظروف الإقليمية والدولية خاصة وقوف أو حالة الإصطفاف الدولي مع الجانب الإسرائيلي يعني كلما زادت وطيرة العمليات العسكرية ضد الجانب الإسرائيلي زادت عمليات الاستفاف ودعم جانب إسرائيل خاصة أن الولايات المتحدة الأمريكية ما زالت لغاية هذه اللحظة وبعض الدول الأوروبية خلفها لا تزال لا تقبل سوى بالشرطية الإسرائيلية وبالتالي نحن بعيدين عن أي حل سياسي في هذا التوقيت العامل العسكري أو العمليات العسكرية هي التي تفرض وجودها وتفرض أيضا تعتبر أحد عوامل الضغط على الجانب الإسرائيلي مع وجود أيضا مقاربات إقليمية من خلال سعي الجانب الإيراني إلى توظيف الأزمات الإقليمية لتبادل الرسال للضغط على الجانب الإسرائيلي لتحقيق مقاربة سياسية عبر محاولة تغليب المصالح وانتشف محمد باقر قليباف رئيس مجلس الشوري الإيراني تبات يطرح نقطة مهمة دكتور الحديث دائما معك بقية يتفاوض حول القرار 1700 أولا لكن الوقت المخصص لهذه الساعة من التغطية قد انتهى بالفعل كماعي من عمان مدير برنامج الدرسات الإيرانية في مركز الدرسات الإقليمية الدكتور نبيل العتوم شكرا جزيلا لك دائما بهذا نصل بكم إلى ختامي هذه الساعة من التغطية تغطية دائما مستمرة من الحدثة إلى اللقاء ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة